يعلق المعوذات أو آية الكرسي في السيارة أو المنزل أو مدرشنو يلبسه هل يأثمم حكمها على كل حال تعليق القرآن ما نزل ليعلق القرآن أنزله الله تبارك وتا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته لا ليعلق ويتبرك به أبدا وإنما أنزل الله القرآن سبحانه وتعالى ليتدبر الناس آياته وليعملوا بما فيه وينتهى عما نهى عنه وليتحاكموا إليه أما أن يكون القرآن للتعليق يعلق في السيارة يعلق في البيت ما لهذا أنزل القرآن وقد كره كثير من أهل العين تعليق الآيات على الجدران وغيرها خاصة في أماكن قد يقع فيها المعاصي مثل الدوانية وفي تلفزيون وصور معلقة ومعلقة لآية الكرسي وكذا أو يتقع الغيبة أو شرب الزقاير في الدوانية أو اللعبة الجنجفة أو ما شاب أن ذلك من الأم